اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية اكد اهمية اقامة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للفروسية في مملكة البحرين حيث ان هذا الحدث يأتي ليترجم مكانة مملكة البحرين الكبيرة التي باتت تتمتع بها على الصعيد الدولي هذا واختتمت اعمال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للفروسية بعد اجتماعات تحضرية سبقته على مدار اربعة ايام متتالية شارك فيها ممثلون عن اكثر من مائة وست دول ونتج عنها الكثير من القرارات المهمة التي تعنى بتطوير وازدهار هذه الرياضة التي باتت تحظى باهتمام دولي كبير رعاية ملكية سامية اكدت حرص القيادة الرشيدة على دعم قطاع الشباب والرياضة باعتباره قطبا رئيسيا لتحقيق الرؤى الملكية السامية من خلال الاستثمار بالكفاءة الوطنية لتمثيل مملكة البحرين في اهم المحافل والاحداث الدولية توجد ذلك باحتضان المملكة لكونغرس الاتحاد الدولي للفروسية والذي حاضي بمشاركة واسعة واشادة دولية فبحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة العلمبية البحرينية جلسة الكونغرس وحرصه على متابعة سير اعمال الجمعية العمومية ترجم ذلك الاهمية الكبيرة للحدث الدولي واهتمام سموه برياضة الفروسية وسباقات القدرة وهو مكان محل ترحيب واعتزاز لدى الاسرة الدولية التي تواجدت في مملكة البحرين وكان اجتماع الجماعية العمومية قد اقيم في فندق الخليج سبقه الكثير من الاجتماعات التحضيرية على بدار اربعة ايام متتالية شارك فيها ممثلين عن اكثر من مئة دولة ونتج عنه الكثير من القرارات المهمة التي تعنى بتطوير وازدهار هذه الرياضة التي باتت تحظى باهتمام دولي كبير فقد برزت عدة ملفات منها التصويت لرئيس الاتحاد الحالي عنجليمار ديفوس الذي حصل على اجماع دولي لتوليه الرئاسة من جديد بسبب انجازاته التي عادت بالنفع خلال السنوات الماضية كما تم اعادة اختيار الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائبا لرئيس الاتحاد وعرضت التقارير المالية والادارية للأعوام الاربعة الماضية كما تم عرض انشطة ومسابقات الاتحاد التي تم انجازها من ناحيته اكد سمو الشيخ ثيصل بن راشد رئيس الاتحاد الملكي للفروسية نائب رئيس المجلس الاعلى للبيئة حرص واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بن عقاد الكونغرس في المملكة وهذا ما شكلت دافع الابرز لاستضافته حيث توجت انطلاقة اعمال الجمعية العمومية بحضور سموه وهو ما سهم في صياغة مفردات النجاح التي تحققت وبشهادة المشاركين وفي ختام الجلسة المسائية للجمعية العمومية قدم رئيس الاتحاد دروعا تكريمية بسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة وغالب العلوي تقديرا للجهود في استضافة اجتماع الجمعية العمومية كما قدم شكره وتقديره لمملكة البحرين على انجاح هذا الاجتماع كما تم توزيع الجوائز الموسمية تكريما لاصحاب الانجازات الرياضية فقد حصلت الفارسة الالمانية سيمون بلوم على جائزة افضل رياضية في العام بعد فوزها ببطولة العالم والامريكي لمكتير على رياضي العام والفرنسي فير ليفيك على جائزة افضل رياضي صعيد ومنح خواتيان وفليبيونغ من الصين جائزة الاتحاد الدولي للتضامن والعمل الخيري ونالت الفلسطينية ليلة الملك جائزة التحدي نظرا لممارستها رياضة ركوب الخير في ظروف استثنائية جهود وطنية ساهمت بعكس صورة المشرقة عن مملكة البحرين باستضافة اهم الاحداث والمحافل الدولية حيث جانت سواعد وطنية ثمار النجاح باخراج هذه النسخة من الجمعية العمومية بازهى صورة تنظيمية وكسب احترام المشاركين من الدول الشقيقة والصديقة ترجمة نانسي قنقر